اشتركوا في القناة 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 سرعتها راح تتراوح خلال المساء ما بين الثمانية الى الثمانية وعشرين كيلو متر في الساعة شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه احيانا البحر خفيفي لمعتد الموج الفترة هذه من فترات الحمل من واحد الى اربع قدم الجو مناصر اللي بينزل البحر لكن تجنبوا اشعة الشمس خلال فترة الظاهرة المدى الاول بدنا الله ساعة ثمتين وتسعة وخمسين دقيقة من بعد منتصف الليل والمدى الثاني ساعة وحدى الظهر والجزر الاول الساعة سبع وخمسين دقيقة صباحا والجزر الثالث ساعة ثمان سبع وعشرين دقيقة مساء المواقب بذن الله أدان الفير الساعة ثلاث وواحد وعشرين والشروق الساعة أربع وخمس وخمسين دقيقة والمغرب الساعة ست وواحد وخمسين دقيقة اما الطقس المتوقع بذن الله خلال الايام الخمسة القادمة اجواء شديدة الحرارة ودرجات الحرارة العظمى تتراوح ما بين الثمانية واربعين الى الخ schwمسين درجة مئوية ارتفاع في درجات الحرارة متوقع مع هوا الشمال غربي خفيف لمعتدل السرعة بوجه عام إلى يوم الخميس وشد على فترات في يوم الجمعة وفرص لغبار مثار خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة وأيضا أجواء حارة خلال المساء درجات الحرارة الصغيرة تتراهوح ما بين الثلاثة وثلاثين وتصل إلى الستة وثلاثين في يوم الجمعة فأجواء شديدة الحرارة خلال الأيام القادمة باشر بذن الله ثبانية واربع الأضمة والصغرة ثلاثة وثلاثين وهو الشمال غربي خفيف لمعتدل خلال النهار وأيضا خلال المساء من ثمانية إلى ثلاثين كيلومتر في الساعة حول هذه المعدلات بالسرعة أيضا خلال المساء أجواء صافية لكن يوم الأربعة في عبور لبعض السحب وتسعة واربع العظمة والصغرة ثلاثة وثلاثين هو الشمال غربي إلى متقلب الاتجاه لإحساس من رطوبة ملحوظ قليلا على بعض المناطق الساحلية الرياح سرعتها من ستة إلى ستة وعشرين وأيضا خفيفة إلى معتدلة تستمر في يوم الخميس من ثمانية إلى ثلاثين لكن يوم الخميس متوقع أن تصل العظمة إلى ثنين وخمسين درجة مئوية والصغرة أربعة وثلاثين درجة مئوية أجواء شديدة الحرارة في يوم الخميس ارتفاع درجات الحرارة سيحفز الرياح الشمالية الغربية في يوم الجمعة تتراجع شوي الحرارة لكنها تظل عالية واحد وخمسين العظمة والصغرة ستة وثلاثين والهوى الشمال الغربي نشط على فترات من خمسة عشر إلى اثمين وخمسين فرص لغبار مثال على المناطق الصحراوية والمكشوفة وقد تتراجع الرؤية الأفقية في بعض المناطق راح نوام فيكم معلومات أكثر عن فرص الغبار بذن الله في يوم الجمعة في نشراتنا القادمة أيضا الأجواء راح تستمر ويانا حارة خمسين في يوم السبعة هوى الشمال الغربي خفيفة لو معتدل من عشر إلى ثلاثين والصغرة تصل إلى سبعة وثلاثين درجة مئوية أعزاء المشاهدين أجواء شديدة الحرارة قادمة تجنبوا أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة وكثروا من شرب السوال صيف لكويت المعتاد مستمر ويانا نشرتنا الجوية تنتهي والآن نعود للطرف الآخر من الاستوديو باستكمال النشرة